لا يشاعب ولا مش يشاعب شو نحكيه وحكايات عليك انتي السبب انه اليوم تكون عنا مدينة ثقافة قابلت بن علي بعد مرة واحت من مصر سألك على أصدق الزيارة قتله نتمنى تكون عنا مدينة كيدار الأوبرا ومن وقتها هو اقترح بعدها مدينة ثقافة صحيحة؟ صحيحة الحكاية صحيحة الحكاية الرئيس الله يرحمه كان ملي كان مدير أمن كان يحبني برشا أنا كنا عنا كلوب في دار مدام نويرا مرت سلاهين نويرا وكان هو أول ما تسمى مدير أمن عندي علاقة طيبة به وكذا دونك كل يحبني برشا كان وهو من عشاق عبدالوهاب من عشاق عبدالوهاب كنت تدخل قصر قرطاج ما كنتش تتفركس وكانت عندك حضوة كبيرة عند بن علي وليلة بن علي يحب عبدالوهاب نعرفوه بالكديا كم انتي قلت مرة ليلة بن علي طلبت متعاهد حفلات بش تغني انتي في جلسة خاصة في القصر بناسبة راس العام انتي وقتها اعتذرت لمتعاهد الحفلات خاطر عندك حفلة في جربة قالك تتحمل مسؤوليتك حتى تطلبك ليلة هو ساعات يطلبك صاحبك فانين ويزمك تمشي تطلبك ليلة وتقول ليه يا أخي اخي تفاجأت بتليفون من ليلة بن علي قتلك ربي عينك وميسيلش تتعبوه ربي عينك فما حتى مشكلة قالت يا نور الدين قالت يا روه اذا كان يقلقوك اتكلمني اراني انا عنا سيرية انساء وفاشقلوها وربما يكون يجي الرئيس قالت يا اخي دائمك تخدم ربي عينك وكانت تحب مهما الايام تعمل فينا اللي جيت صغيرة لا هي كانت تحبها بصوتك مهما الايام تعمل فينا ما بنستغناش عن بازينا ما عملت فيهم الايام بالضبط وبنعلي قبل الثورة شنو اخر غنية طلبها منك اخر غنية كليوبادة بقى ليلنا خمر واشواق تغني حولنا وشراع سبح في النور عرعم ذلنا كان في الليل سكارا افاقوا قبل لنا وليت منك قد عرف الحب فباتوا مثلنا انتي كنت بش اغني بودعك في عوض وردة جزائرية قبلت بليغ حمدي في لندرا عيش بصوتك روحت معاه واقترحها ليك بودعك واتفقتو فقنا ايه. علش ما تعملش المشروع هيدا? صب الثلش. آآ لندرة كاملة وقفت. وانا. انت يقولي الحامد يا داي? اه. آآ فهمت اه البلاد وقفت يعني ما نجموش نتنقلو. ايه. فهمت بالكل قاعدت الكراة فاشكرو الكراة يمشي عليها وكراة غالية وكذا ومصاريف كذا وكذا تعليها. كلمت قلت وراني بصراحة التونس. وماذا بيا قلت بان اذا كان اكيا فانت يعني ان انا انا اجي ونظمها في بيتونس خطراني منجا مثل كذا. المهم. وقت اللي انا مشيت لتركيا عندي عندي حفلة غادي. آآ وقت اللي جيت يقولولي يا راهو بلي حاندي يا راهو. مشيت عشا هو ومنيا لبجاوي. وساميل العاجربي. في سيدي بوسايت. راهو جات متاع المخدرات راهو وقفتهم وفريكستهم وتقلق هو لانه جاي نوردين الباجي في باله وبالشلقة. جلقة كيما عندهم هما يعني فنان كبير كذا دونك كذا. اعتبرها هينا اليوم وقتها غادر تونس. انا نعم تقدمه بليك حمدي. اي. مش تفرك سيدي بيت في الداخلية. اكا. وهذه معلومة بطيت راهو المرة تسمعوها. بليك حمدي وقت عنده مشكل مع مصر. هو جاي لنوردين الباجي دونك راهو غادي في مصر. مهما كان الفنين خايبوا لباهي. عنده بريستيج وعندهم جوا وعندهم لقدر بليك حمدي بيت في الداخلية. في الكاف غادي واعتبرها اهانة وغادر تونس. وبودعك ومشيت الوردة جزائرية. كانت بش تكون عندك في بيلك كان مزيتش لحكياتي. ممكن راحيتك تقلبت بودعك. انا فمشي. اديك كل حاجة. بش نعطيك حاجة اخرى وقل لي شيعة. قبلت عبد الحليم حافظ في داره في مصر عام ستة وسبعين. وقدمك هو في حفلة خاصة وعجبه صوتك. واقترح عليك عبد الحليم حافظ انك تقعد في مصر. ويتكفل هو بيك. صحيح. وانت يا سينوردين رفضت ورجعت لتونس. والله الوالدة قاتل يعيش عايش والدي. قاتل انا راني ما نتطمنش. ما كتعرف الوالدة ديما ديما. يعني خايف على الولادة خاصة اني كون الوالد مات وكذا. دونك بالنسبة لها. انا فنتي. شو نحكي لك حاجة. انا يعني صغير. كدخلت الموزيكا. الروح كما تقول انتي ماضية ساعة متعليل. ماضية ساعة متعليل. دوقي يزي مني ندق عليه بش هي تحلي. نقول له ام يعطيني المفتاح. خلينا نحل الباب. هزا يكون بعد وقت اللي كبرت بجي تشوفي عند رأي الحالة اللي اللي كون انا رجعت فيها. واو. اي. اول مقابلك عبد الحليم طلب منك تغني له قراءة الفنجان. اهم. ومبعده هدالك العود اللي انتي غنيت به. اللي العود اللي توا عندك. توا عندك. انت عبد الحليم حافظ. حليم حافظ. قل لي يا سينوردين بيجي نذكر عبد الحليم حافظ قال لك اقعد في مصر ونتبنيك. وانتي رفض. قال لي مصريين فكو وانتاج في كل عليا. هذية. هذية جاتني اماما. زوز من الناس. عبد الحليم. وعبد الهيب. لأ. اه. ذكره محمد. اي بش نحكيه على الذكره.